السلام عليكم ورحمة الله أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله في رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا كان عبد وياك مستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين منسوا عليهم وعير المطول عليهم وللطالي مالك يوم الدين ونسلهم أيضا وينعم عليهم بشرط أن يكون أولادهم هؤلاء ونسلهم من القائمين على الحسنات أيضا يضرب المصلح الموعود رضي الله عنه مثال ذلك فيقول عن علي رضي الله عنه ما يلي قام النبي صلى الله عليه وسلم في بداية رسالته مأدبة لتبليغ عشيرته رسالة الله فلما فرغ الجميع من الطعام في هذه المأدبة الأولى قام النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغهم رسالة الله وما أن بدأ بالكلام حتى شتتهم جميعا أبو لهب فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم الحيرة تجاه هذا التصرف إلا أنه لم ييأس بل أمر علي رضي الله عنه بإقامة مأدبة أخرى فلما بلغهم مرة أخرى رسالة الإسلام ساد السكوت على الجميع ولم ينبس أحد منهم ببنت شفة وفي نهاية المطاف قام علي رضي الله عنه وقال يا رسول الله مع أنني أصغر الجالسين هنا سنا إلا أنني مستعد لأساعدك لأساعدك فيما جئت به وأعاهدك أنني سأساندك دوما على يتي حال لقد بلغت معارضة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أوجها فاضطر للهجرة وفي هذه المناسبة وفق الله تعالى علي رضي الله عنه للتضحية بحيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن ينام على سريره مكانه حتى إذا نظر الكافرون داخل البيت ظنوه صلى الله عليه وسلم نائما ولم يخرجوا لمطاردته فلم يقل فلم يقل علي للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يا رسول الله إن الأعداء محاصرون للبيت وعندما يعلمون صباحا الحقيقة فلا يستبعد أنهم سيقتلونني بل إنه نام على سرير النبي صلى الله عليه وسلم دون مخوف ولما علم الكفار الحقيقة صباحا أوسعوا عليا ضربا كثيرا ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الحين قد هاجر من مكة ولم يكن علي رضي الله عنه يَعْلَمُ عِنْدَهَا مَا كَتَبَ مَا كَتَبَ مَا كَتَبَ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْجَوَائِزِ وَالْنِعَامِ فإنه لم يضحي لنيل جوائز وَلَا تَطَلُّعًا إِلَى أَفْضَالِ اللَّهِ تَعَالَى إنما ضحى حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونيلا لرضى الله تعالى كان الله وحده يعلم حينها أنه ليس علي وحده الذي ينال العز والإكرام بسبب هذه التضحية بل سوف ينعم الله تعالى على أولاده أيضا الذين سيذأبون على الحسنات سينعم عليهم بالإعزاز والتكريم فأول ما من الله به على علي رضي الله عنه هو أنه شرفه بأن يكون نسيبا للرسول صلى الله عليه وسلم وثانيا قد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه رضي الله عنه بسبب أعماله في مناسبات عديدة وذا تمر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للحرب أمر علي أن يبقى في المدينة فقال يا رسول الله هل تتركني مع النساء والصبيان؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أي ما نقص شيء من مكانة هارون لما تركه موسى عليه السلام وراءه؟ وهكذا فقد أقام الله تعالى إعزازا وتكريما لعلي رضي الله عنه وليس هذا فقط بل إن أكثر أولياء الأمة والصوفية كانوا من أولاد علي رضي الله عنه وقد أظهر الله على أيدي هؤلاء الأولياء معجزات وتأييدات منه يذكر المصلح الموعود رضي الله عنه نقلا عن المسيح الموعود عليه السلام ويقول سمعت واقعة من المسيح الموعود عليه السلام أنه مرة سجن هارون الرشيد الإمام موسى الرضا رحمه الله لسبب ما فألقي في السجن مكبلا يديه وقدميه ولم تكن في ذلك الزمن مفارش مريحة ذات اللوالب أو النوابض أو الرفاصات بل كانت مفارش عادية محشية بالقطن كان هارون الرشيد نائما في قصره على فراشه المريح إذ رأى في المنام أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه والغضب باد على وجهه الشريف وقال له إنك تدعي بأنك تحبنا ومع ذلك لا تخجل أنك نائم على الفراش المريح نوما عميقا مريحا وابني ملقا في السجن مكبل اليدين والرجلين في الحر الشديد فانتبه هارون الرشيد من نومه فزعا فأسرع مع بعض قادته إلى السجن وحل بيده قيد الإمام موسى الرضا رحمه الله فقال له الإمام ما بالك قد جئتني الآن بنفسك وقد كنت تعاديني عداء شديدا فحكى له هارون الرشيد منامه طالبا منه العفو من عنه إذ لم يكن يعرف حقيقة الأمر يقول المصلح معذر ضلو عنه انظروا كم هي المسافة الزمنية الكبيرة بين عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر علي رضي الله عنه وبين عصرنا الراهن لقد رأينا أولاد الكثير من الملوك مشردين يدعون على الأبواب دعا فقد رأيت بنفسي شخصا يعمل سقاء وهو من العائلة المغولية التي كانت حاكما على الهند ولكنه كان يملك من الحياء ما يمنعه من سؤال الناس وكان يكسب من تعب يمينه ولكنه رغم كونه من ذرية الملك اضطر للعيش كعام العادي وعلى النقيض من ذلك نرى أن الله تعالى يحذر ملكا في الرؤية ويأمره بحسن معاملة أولاد علي رضي الله عنه برغم انقضاء كل هذه الحقبة الزمنية الطويلة على عصر علي رضي الله عنه فلو كان عند علي رضي الله عنه علم الغيب وعلم حينها أنه سينال هذه العزة ثم لو أسلم طامعا في هذه العزة والتكريم لما كان إيمانه إلا تجارة مادية لا تستحق أي إنعام ولا جزاء لقد ذكر المسيح المعود أحد الأولياء فقال بأنه كان راكبا سفينة حين حدث في البحر طوفان كاد يغرقها إلا أنها انقذت بدعائه وتلقى وحيا عند دعائه لقد نجينا الجميع من أجلك قال عليه السلام لا يمكن أن تنال هذه المكانة بمجرد القيل والقال بل إنها تستلزم من المرء جهدا ومجاهدا وعلاقة وثيقة مع الله تعالى والدوام على الحسنات التي بدأ بها آباؤه فلا يفيد كون الإنسان من نسل الأبرار والأولياء والصلحاء إلا إذا كان هو أيضا قائما على الحسنات وكان على علاقة مع الله تعالى سأقدم لكم الآن بعض الأمور الأخرى التي رواها المصلح الموعود رضي الله عنه وهي تتعلق بالمسيح الموعود عليه السلام يقول المصلح الموعود رضي الله عنه عن تقيد المسيح الموعود رضي الله عنه بالصلاة بالجماعة كانت الصلاة أحب إلى المسيح الموعود عليه السلام لدرجة أنه إذا كان لا يستطيع الحضور إلى المسجد لمرض وغيره واضطر لأداء الصلاة في البيت فإنه كان يضم إلى صلاته والدتنا أو بعض أطفال البيت وكان يصلي جماعة فلم يكن يصلي فحسب بل كان يصلي بالجماعة يقول المسيح الموعود عليه السلام ذاكرا أهمية الصلاة بالجماعة إن مشيئة الله تعالى هي أن يجعل الناس كافة كنفس واحدة وهذه هي وحدة الجمهور قال حضرته هذا ما يهدف إليه الدين أن ينخرط الجميع في خيط وحدة الجمهور كحبات المسبحة الصلوات التي تصلى بالجماعة إنما هي لتحقيق الوحدة ليعد المصلون كلهم وجودا واحدا والأمر للوقوف معا في الصلاة هو ليسري نور من كان يملك نورا أكثر إلى الضعيف ويقويه أي أن يتقوى المصلون من بعضهم البعض قال حضرته فلتحقيق وحدة الجمهور هذه وبقائها أمر الله تعالى أولا أن يصلي أن يصلي أهل الحارة خمس صلوات بالجماعة في مسجد الحارة ليتبادلوا الأخلاق وتجتمع الأنوار وتجتمع الأنوار فتزيل الضعف وينشأ الأنس من خلال التعارف المتبادل التعارف المتبادل أمر رائع لأنه يؤدي إلى ازدياد الأنس الذي هو أساس الوحدة فإن الصلاة بالجماعة كما تفيد المرأة شخصيا كذلك تفيد على مستوى الجماعة أيضا ومن لا يأتي المسجد للصلاة أو من يأتيه إلا أنه لا يتخلى عن الضغائم والتنافر ولا يولد الأنس والعلاقة الطيبة فلا تفيده الصلاة فلا تفيده الصلاة شيئا وذلك لأنه لا يتحقق في هذه الحالة الهدف من الصلاة وهو علاوة على العبادة تحقيق الوحدة فيما بين الناس وخلق الأنس والمحبة فيهم فعلينا أن نحافظ على صلواتنا متخذين هذا الأمر بعين الاعتبار ونأتي المساجد وضعين هذا الأمر نصب أعيننا وذلك لنكون مصلين صلوات مفهولة لدى الله تعالى متحدين ونكون من النائلين لرضى الله تعالى هناك واقع لمعاوية رضي الله عنه ذكرها المصلح الموعود رضي الله عنه عن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في إحدى المرات فاتت معاوية رضي الله عنه صلاة الصبح فلم يستيقظ عندها ولما أفاق كان قد مضى وقت الصلاة فظل يفكي طوال اليوم على ذلك فرأى في اليوم التالي في المنام شخصا يأتي ويوقظه للصلاة فسأله من أنت؟ فقال أنا الشيطان جئت لوقظك للصلاة فسأله ما بالك؟ وما علاقتك بإيقاظ الناس للصلاة؟ قال دعوتك بالأمس إلى أن تبقى نائما فلبيت دعوتي ولم تتمكن من أداء الصلاة فبقيت تبكي على ذلك طول النهار وتقلق له لذلك فقال الله سبحانه وتعالى أعطوه أضعاف جزاء الصلاة جماعة أي أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بأن يعطوه جزاء أضعافا بسبب بكائه فقال الشيطان إنني أصبت بصدمة شديدة لنيلك جزاء أكثر رغم أنني حرمتك من الصلاة لذا أتيت اليوم لأيقظك لكي لا تنال جزاء أكثر اليوم أيضا فيقول حضرته إن الشيطان لا يخل السبيل ما لم تنقض تدبيره فييأس بذلك ويذهب فعلينا أن نجعل الشيطان يائسا في كل مناسبة ونسعى لنيل رضى الله تعالى جهد المستطاع ونحاول العمل بأحكامه ونحافظ على صلواتنا ونؤديها على أوقاتها في بعض الأحيان يستعجل بعض الناس ويتخذون موقفا من دون التعمق في شيء ثم يتعثر بعض الضعفاء بسبب ذلك يقول المصلح الموعود رضي الله عنه في وليمة في إهد الولائم منعت شخصا من شرب الماء بشماله حيث كان يشرب الماء بيده اليسرى فقلت له إن لم يكن لديك أي عذر فيجب أن تشرب الماء بيمينك فقال كان المسيح المعود عليه السلام أيضا يشرب بشماله مع أنه كان لفعل المسيح المعود عليه السلام ذلك سبب وهو أنه كان عليه السلام قد وقع في صغره فأصيبت يده اليمنى فأصبحت ضعيفا لدرجة أنه لم يكن يستطيع أن يوصل الكأس إلى فمه مع أنه كان يستطيع أن يحملها بيد أنه كان يلتزم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فمن أجل الالتزام بالسنة الأبوية كان عند حمله الكأس باليسرى يسندها بيده اليمنى وقد ذكر المسيح المعود عليه السلام نفسه ضعف يده في موضع فقال ذات مرة مسكت كأسا أو فنجانا من الشاي أمام بعض الناس الذين ما كانوا أحمديين بل كانوا معارضين وجاءوا للحوار فاعترض أحدهم الذي كان جالسا أمامي قائلا إنك لا تعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحاول أن تشرب الماء ممسكا الإناء بيدك اليسرى فيقول المسيح المعود عليه السلام بنفسه إضطره الاستعجال وسوء الظن إلى أن يعترض علي مع أن يدي ضعيفة بسبب الإصابة ولا أستطيع أن أمسك الفنجان وأخذه إلى الفم ولكن أضع تحته يدي اليمنى فحيث يضطر الاستعجال والظن السيء الأعداء إلى أن يعترضوا كذلك استولى على بعض أفراد الجماعة تفكير الاستعجال والغباء حيث يظن أن تصرف المسيح المعود عليه السلام هذا كان خلاف السنة النبوية مع أنه كان يجب عليه أن يستعلم سبب ذلك وعندما منعه المصلح المعود رضي الله عنه فكان يجب عليه أن يمتنع ويسأل عن سبب ذلك على كل حال الاستعجال هو الذي يحدث بدعات سيئة ويبدأ المرء يقوم بتفسيرات خاطئة من عنده ويستنبط بنفسه نتائج خاطئة والآن أبين حادثا آخر عن التوكل يقول المصلح المعود رضي الله عنه وهو يذكر حادثا سمعه من المسيح المعود عليه السلام لقد سمعت عدة مرات من سيدنا المسيح المعود عليه السلام وهو يتحدث عن السلطان التركي المخلوع عبد الحميد خان قال عليه السلام لقد أعجبني جدا قول لهذا السلطان فعندما استشارى وزراءه حول الحرب التي كانت بين تركيا واليونان قدم وزراءه أعذارا كثيرة كان السلطان عبد الحميد يريد خوض الحرب ولكن وزراءه كانوا لا يريدونها فقالوا له لقد أخذنا أهبتنا للحرب في كذا وكذا من المجالات ولكن لم نستطع فعل شيء في مجال واحد هام جدا هذه كانت أراء الوزراء يقول المسلم عود رضي الله عنه فربما بل الأغلب أنهم قالوا له إن كل القوى الأوروبية متفقة الآن على مساندة اليونان ولا نستطيع فعل شيء تجاه ذلك يقول المسيح المعود عليه السلام عندما قدم الوزراء مشورتهم وأخبروا بالمشاكل وقالوا إن الأمر الفلان غير ميسر فقال السلطان عبد الحميد يجب أن تترك خانة واحدة على الأقل لله تعالى أيضا وقوله هذا كان يعجب المسيح الموعود عليه السلام جدا وكان عليه السلام يقول إنني أحب للغاية قوله هذا فعلى المؤمن أن يترك من جهوده خانة واحدة لله تعالى دائما الواقع أن ليس بوسع المؤمن بل ليس بوسع أحد أن يقول إنه لم يبقى في جهوده أي نقص وضعف وقد أصبح كل شيء كاملا لو قال شخص إنه ينجز عمله بحيث لا يبقى فيه أي فتور ونقص لدل ذلك على حمقه يقول المصلح الموعود رضي الله عنه كذلك من الحمق أيضا أن يهمل المرء الأخذ بالأسباب كلية حيث لا يقوم بتدبير الأشياء الظاهرة قال رضي الله عنه الأوروبيون مصابون بالحمق الأول في هذه الأيام أي أنهم استغنوا عن خانة الله كليا أما المسلمون فمصابون بالحمق الثاني حيث إنهم بسبب توكلهم الخاطئ قد تركوا العمل فالأوروبيون نسوا الله عموما والمسلمون تركوا الاجتهاد عمليا في أمورهم عموما باسم التوكل على الله أو بدأوا بالاستنباطات الخاطئة ولذلك تنشأ في أذهان الشباب هنا عموما أسئلة أنه لعل الشعوب المتطورة تطورت بسبب ابتعادها عن الله ولعل المسلمين تعرضوا للإنحطاط بسبب الدين مع أن الحقيقة هي أن المسلمين بسبب تعطلهم وبسبب تصورهم الخاطئ للتوكل فقدوا مكانتهم وأصبحوا عرضة للضعف وإذا فعلوا شيئا فكانت طريقتهم خاطئة تماما يقول المسيح الموعود عليه السلام ورد في القرآن الكريم من سورة الذاريات وفي السماء رزقكم وما توعدون قال عليه السلام ينخدع الجاهل من هذا القول ويبطل سلسلة الأسباب يزعم المسلمون أن الله تعالى قد قال بأن رزقكم في السماء وستعطون ما توعدون لذلك لا داعي للعمل بشيء سيعطي الله تعالى كل شيء بنفسه قال عليه السلام مع أن الله تعالى يقول في سورة الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وإنما ابتغاء فضل الله هو أن يجتهد المرء ويستخدم قواه قال عليه السلام هذه قضية حساسة جدا أن يراعي الإنسان الأسباب من ناحية ومن ناحية أخرى يجعل التوكل أيضا كاملا قال عليه السلام يجب مراعاة هذا الأمر أن تتخذ التدابير والأسباب الظاهرية كاملة ثم يتوكل على الله تعالى هذه علامة المؤمن الحقيقي قال عليه السلام في مثل هذه الحالات يتحين الشيطان فرصة لدس الوساوس أي أن التمييز بين اتخاذ التدابير وبين التوكل على الله ضروري جدا ولا بد من القيام بكل الشيئين فالشيطان يحاول أن يأتي بينهما ويفسد الإيمان ويخربه لذا يجب أن تراعوا هذا الأمر قال عليه السلام بعض الناس يتعثرون ويعتمدون على الأسباب كليا وبعضهم يحسبون القوى التي أعطاهم الله تعالى بلا جدوى كلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للقتال كان يعد عدته ويأخذ الأسلحة أيضا مع الأحصنة بل كان في بعض الأحيان يلبس درعين في آن معا وكان يحمل السيف أيضا مع أن الله تعالى كان قد وعده والله يعصمك من الناس فالحكم هو أن اتخذوا التدبير أولا ثم توكلوا وكذلك الحكم هو أن يتوكل في كل شيء بعد بذل الجهود ومن دونها لا يأتي نصر الله تعالى هناك إلهام للمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام إن الملوك سوف يتباركون بثيابك وأبين ما قام به المصلح الموعود رضي الله عنه من شرح جميل لهذا الإلهام يقول رضي الله عنه إن الله تعالى بنفسه ألهم المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أن الملوك سيتباركون بثيابك وعندما يأتي ذلك الوقت الذي يتبارك فيه الملوك بثياب المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام فأي أحمق لن يتبارك بكم يقول رضي الله عن ذلك مخاطبنا الجالسين أمامه فالثياب ليست كائنا حيا أما أنتم فذووا أرواح سيكون حينها أمامه بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض تبع التابعين فقال رضي الله عنه من هم الحمقاء الذين لن يتباركوا منكم فالثياب بلا روح أما أنتم فذووا أرواح عندما يأتي ذلك الوقت الذي فيه يتبارك الملوك بثياب المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام فيتبارك بصحابته عليه الصلاة والسلام وبالتابعين وبتبع التابعين أيضا بحسب درجاتهم ألم تروا أن الإمام أبا حنيفة أبا حنيفة كان كم كان يبعد زمنا معنا رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام أي ولد بعد فترة طويلة ولكن كان ملوك بغداد يتباركون به وليس أنهم كانوا يتباركون به فقط بل كانوا يتباركون بتلاميذه أيضا فعليكم أن تبقوا تدعون تدعون الله تعالى لكي لا تصبحوا ظالمين بعد إحراز القوة ولا يعد حبكم للسلام الآن وفق المثل القائل تعمل الخير وأنت مضطر لذلك ينبغي أن لا تحرزوا حسنة بدافع الإضطرار حيث لا تجدون بدا من إنجازها بل يجب أن تصدر منكم حسنات حقيقية قال إذا أصبحتم ظالمين عند نيل القوة والسلطة فسوف يضيعوا لطفكم الذي يصدر منكم اليوم وسيقول الله تعالى لكم في الماضي لم تكن لديكم أظفار لذا لم تكنوا قادرين على حكة الرأس أما الآن حين وهبتكم أظفارا فقد بدأتم حكة الرأس إذن يجب أن تداوموا على الاستغفار أيضا إلى جانب الاحتفال بالفرحة ويجب أن تدعوا الله لأنفسكم ولغيركم أيضا هذا ضروري جدا فنحن اليوم نتكلم عن الأمن والسلام لكنه عندما يتوفر لنا كل شيء ويصبح الملوك مسلمين أحمديين ويسعون للتبرك فعنده يجب أن تنتشر رسالتنا للأمن والسلام والحب والمودة وإلا ستعد أعمالنا اليوم صادرة طرار قال حضرته فالزمن ليس بعيدا حيث يتحقق إلهام المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام إن الملوك سيتبركون بثيابك إن النظام الملكي ينتهي رويدا رويدا لكن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أيضا ملوك فإذا أسلم رئيس روسيا ورئيس وزرائه فهما ليس أقل شأنا من الملك وسوف يتبركون بثياب المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام إلا أنهم لن يتبركوا بثياب المسيح الموعود ما لم تبدأوا أنتم التبرك بكتب المسيح الموعود عليه الصلاة فهذا هو الرابط فسوف يتبرك الملوك عندما تتبركون أنتم أيها الأحمديون القدامى والأوائل الذين تعدون من أولاد الصحابة أو أنتم التابعون أو تبع التابعين أو بعدهم لكنكم قبلتم الأحمدية قبل أولئك الملوك بكثير تبركوا أنتم بكتب المسيح الموعود عليه الصلاة وهذا التبرك عبارة عن مطالعتكم لهذه الكتب والاطلاع على مسائل الإسلام الصحيح الواردة فيها عندما تبدأون التبرك بكتب المسيح الموعود عليه السلام فسوف تتهيأ الوسائل لتبرك الملوك بثيابه عليه السلام حيث تنتشر دعوته وينضم الملوك إلى الجماعة ومن ثم يسعون للتبرك بثياب حضرته عليه السلام ثم قال حضرتهم وجهن الخطاب إلى أنجمن لا يوجد إلى الآن أي نظام مناسب لحفظ ثياب المسيح الموعود عليه السلام التي يتبرك بها فالآن يتم العمل على حفظ التبركات بفضل الله تعالى في ربوة وفي قاديان أيضا وقد حفظت كثيرة من تبركاته وتبذل المساعي لحفظها باختصار لقد لفت حضرته انتباه أنجما إلى أنه من مسؤوليتها أن تهتم بحفظ الثياب المباركة لحضرته عليه السلام ثم قال يجب أن يدعى الأطباء المهرة أو المختصون ليدرسوا الموضوع كيف يمكن حفظ الثياب المباركة للمسيح الموعود عليه السلام فيمكن أن توضع في الصناديق الزجاجية لكي تبقى محفوظة لمئات السنين أو يمكن إرسالها إلى البلاد الأجنبية حيث لا يصيب العث الثياب ويمكن أن ترسل إلى أمريكا مثلا لكي تحفظ هناك وذلك لكي تتمكن الأجيال القادمة من التبرك بها قال المصلح مدردل عنه نفسه كانت والدتي المحترمة أيضا تريد بعد وفاة المسيح الموعود أن أنال أنا خاتم أليس الله بكاف عبده لكوني الأكبر سنا فكنا ثلاثة إخوة وكان لحضرته ثلاثة خواتم لكن السيدة أم المؤمنين رغم أمنيتها اقترعت يقول المصلح الموعود رضل عنه من الغريب أنها اقترعت ثلاث مرات وفي المرات الثلاثة كان خاتم أليس الله بكاف عبده من نصيبي وكان خاتم غرست لك بيد رحمتي وقدرتي من نصيب ميان بشير أحمد المحترم الذي كان الأخ الثاني للمصلح المعود والخاتم الثالث الذي كان في يد حضرة المسيح المعودة والسلام عند الوفاة وكان مكتوبا عليه مولى بس كان من نصيب ميان شريف أحمد المحترم في المرات الثلاثة كلها فانظروا كيف كان الله سبحانه وتعالى يتصرف إذ من المحتمل أن تخطئ القرعة مرة واحدة لكنها صدرت ثلاث مرات وفي المرات الثلاثة كلها كان خاتم أليس الله بكاف عبده باسمي وكان خاتم غرست لك بيد رحمتي وقدرتي من نصيب ميان بشير أحمد المحترم أما الخاتم يكتوب عليه مولى بس فكان من نصيب ميان شريف أحمد المحترم في المرات الثلاثة كلها يقول حضرة المصد المعودة دلو عنه كنت قد نويت أن أهب خاتم أليس الله بكاف عبده للجماعة لكن كيف يمكنني أن أهبه لها وليس عندكم إلى الآن أي في ذلك الزمن أي نظام لحفظه فلا أستطع ذلك ما لم تتلقى الجماعة مسؤولية حفظه أما إذا بقي هذا الخاتم عند أولادي فسوف يحفظونه على الأقل لكونه إرثا وملكا لهم لكنني لا أريد أن أعطيه لأولادي بل أحب أن أهبه للجماعة ولذلك قدمت اقتراحا وهو أن يطبع عكس هذا الخاتم على الورق ويطبع ذلك الورق بعدد كبير ثم تصنع الخواتم ذات الفصوص وقبل تركيب الفص في الخاتم ينبغي أن تركب تحت الفص قطعة ورق صغيرة حاملة هذا النقش وبذلك ستنشأ لتلك الخواتم علاقة مباشرة بخاتم المسيح المعود عثو السلام بحيث يكون أليس الله بكاف عبده مكتوبا على الفص أيضا ويكون ذلك النقش أيضا تحته ثم ينبغي أن ترسل هذه الخواتم إلى شتى البلاد فمثلا ينبغي أن يبقى خاتم في أمريكا وخاتم في بريطانيا وخاتم في سويسرا وكذلك يرسل خاتم إلى البلاد الأخرى لكي يبقى تبرك المسيح المعودة والسلام محفوظا في كل بلد بعد ذلك قرر حضرته أن يعطي خاتم أليس الله بكاف عبده للخلافة بحيث قال يجب أن يعطى خاتمه هذا للخليفة الذي بعده وبذلك ينتقل إلى الخلفاء بعده يقول حضرته في الآونة الأخيرة أعثرت على عبارة قديمة لسيدنا المسيح المعودة والسلام فأرسلتها إلى فأرسلتها إلى إندونيسيا لكي تحفظ هناك هذه الأمانة ولكي يتبرك بها أبناء الجماعة هناك ويمكن أن يخبرني أهل إندونيسيا هل هذه العبارة محفوظة عندهم أم لا فقال لكن في الإلهام ذكر الثياب أي كان الله سبحانه وتعالى قد قال له إن الملوك سيتبركون بثيابك لذا يجب أن نرسل ثياب المسيح المعودة والسلام إلى مكان لا يأكلها العث فيه لكي تبقى محفوظة لمدة أطول ثم قال حضرته للشباب على الشباب أن يتقدموا ويدركوا مسؤوليتهم لأن الشباب يستطعون أن يبتكروا ابتكارات حديثة على أحسن وجه لأنهم مثقفون وعندهم العلوم الحديثة وينبقى أن يستخدموا هذه العلوم والمختراعات لخدمة الإسلام لكي يتمكنوا من رؤية يوم ينضم فيه سكان البلاد الكثيرة بأسرها إلى المؤمنين بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهودهم سمعتم ذكرى كتب المسيح المعودة والسلام والآن أخبركم كيف كانت هذه الكتب تطبع وتنشر في البداية ففي الزمن الأول حين كان حضرته يؤلف الكتب كانت الوسائل قليلة جدا فقد رسم حضرة المصلح المضرد رضي الله عنه صورة تلك الأيام فقال كيف كان المسيح المعودة والسلام يتحمل دلال المبيضين والناسخين وكيف كان يسعى جاهدا لتكون الكتب عالية الجودة ويقول حضرته عن حضرة مير مهدي حسن الذي لم يكن أحمديا نذاك فيقول كان مير صاحب مسؤولا عن الطباعة في زمن المسيح المعودة عليه السلام فعند صدور نسخة أولى لأي كتاب المسيح المعودة والسلام كان يقرأها بتدبر هذا الحديث من زمن لاحق فكان إذا وجد نقطة مثلا في غير محلها أتلف النسخة وطلب إعداد الجديدة وكان العمال نتيجة لذلك يجلسون عاطلين بضعة أيام إلى أن تتجهز نسخة جديدة ففي ذلك الزمن كان نظام الطباعة والكتاب مختلفا عن اليوم حيث نجلس أمام الكمبيوتر ونطبع المكتوب فورا ومع ذلك تبقى أخطاء لا حصر لها على كل حال يقول حضرته عندما تتجهز نسخة جديدة كان يقرأها من جديد وإذا وجد أي خطأ أتلفها أيضا ولم يكن يرسل الكتاب إلى المطبع ما لم يوقن بأنه يخلو من أي خطأ تماما وعندما كان سيدنا المسيح المعود عثو السلام يستفسر سبب تأخر الكتاب قال يا سيدي كانت أخطاء كثيرة في المراجعات وكان المسيح المعود عثو السلام هو الآخر يريد شيئا نظيفا ورائعا لذا لم يكن يبالي قط بأن العمال يجلسون عاطلين ويأخذون الأجر مجانا أي لم يكن يبالي بأن الناسخين أو عمال آخرين يجلسون دون عمل بل كان حضرته يريد نوعية ممتازة لذا كان يقول لا بأس إذا أخذوا الأجر لبضعة أيام دون عمل المهم أن يكون العمل ذا مستوى رفيع فكان يريد أن يقدم للناس عملا متميزا كما كانت من عادته أنه إذا وجد في الكتاب نقصا أو عيبا بسيطا مزقه وطلب إعداد نسخة جديدة وكان الناسخ يكتب من جديد وإذا أخطأ الناسخ مرة أخرى مزقه مرة أخرى ولم يكن يرسل المقال إلى المطبع ما لم يكن جاهزا بخط نظيف وجيد دون أي خطأ الناسخ الذي كان المسيح الموضة والسلام يطلب منه النسخ في البداية لم يكن أحمديا أول الأمر لكنه أصبح أحمديا فيما بعد وابنه أيضا أصبح أحمديا كان من ميزة ذلك الناسخ أنه كان يعرف مكانة المسيح المعود عليه الصلاة والسلام وقدره كما كان حضرته يقدره أيضا فكلما احتاج المسيح المعود عليه الصلاة والسلام لنسخ كتاب كان يدعوه إلى قاديان مع أنه كان غير أحمدي كانت الرواتب في ذلك الزمن زهيدة فكان هذا الناسخ يتقاضى 25 روبيا شهريا بالإضافة إلى بعض النقود لتغطية نفقات الطعام كان من عادة هذا الناسخ أنه كلما أوشك على إنهاء عمله كان يأتي المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ويقول لقد جئت لأسلم عليكم فاسمح لي بالذهاب إلى البيت فكان عليه السلام يقول لماذا هذه السرعة؟ الكتب في طور الطباع وما زلنا بحاجة إلى الناسخين فكان يقول يا سيدي لا بد لي من الانصراف فيقول حضرته ما زال عمل النسخ باقيا فكان يقول أنا مضطر لطبخ الطعام وينقض اليوم كله في ذلك فهل أطبخ الطعام أو أنسخ الكتب؟ فكان عليه السلام يقول حسنا سأدبر لك الطعام في دار الضيافة فكان يتقاضى 35 روبيا راتبا والطعام مجانا فكان يأتي إلى المسيح المورث وسلام بعد بضعة أيام ويقول لقد جئت لأسلم عليكم يا سيدي وأستأذن للانصراف فكان عليه السلام يسأله ما القضية فيقول إن طعام دار الضيافة ليس بالمستوى المطلوب إذ يكثر الماء في الطبيخ ولا ملح فيه قط يحدث ذلك هنا أيضا في بعض الأحيان في هذه الأيام وفي بعض الأحيان يكثر فيه الفلفل كثرة متناهية لدرجة يضطر المرء إلى أكل الخبز بدون الطبيخ ولا يستطيع أحد أن يعمل شيئا بعد أكل هذا الطعام فكان المسيح المورث وسلام يقول له حسنا ماذا يمكن أن أفعله لك فيقول يمكنك أن تعطيني بعض النقود الإضافية إذ إن طبخ الطعام أهوا من هذه المصيبة وسأطبخه بنفسي فأضاف المسيح المورث وسلام عشرة ربيعات أخرى في راتبه وقال حسنا ستأخذ خمسة وأربعين ربيع من الأنف صعدا فقد بدأ من خمسة وعشرين ربيع ووصل إلى خمسة وأربعين فكان النسخ يأتيه بعد كل عشرة أيام تقريبا يقول لقد جئت لأسلم عليك يا سيدي واسمح لي بالذهاب إلى البيت إذ ينقضي جل وقتي في طبخ الطعام فأن لي أن أعمل فيقول له المسيح معود ماذا يمكن أن نفعله فيقول أرجو أن تدبر لي الطعام في دار الضيافة فكان عليه السلام يقول حسنا سوف تنال خمسة وأربعين ربيع كالمعتاد وأدبر لك الطعام في دار الضيافة مجانا فكان يعود إلى عمله ثم يأتيه بعد بضعة أيام ويقول لقد جئت لأسلم عليك يا سيدي واستأذن للانصراف فيسأله حضرته ما القضية الآن فكان يقول لا أستطيع أن أكل طعاما يطبخ في دار الضيافة إذ هو ليس بالمستوى المطلوب فأرجوك أن تعطيني عشر ربيع أخرى وستأدبر طعام بنفسي فأضاف حضرته عليه السلام عشرة ربيع أخرى ليصير راتبه خمسة وخمسين ربيع إذ كان عليه السلام يعرف طبعه كان الناسخ قد لقن ابنه سلفا على أنه سيركض وراءه حاملا عصى وأن عليه أن يقتحم غرفة المسيح الموعود رافعا عقيرته بالصراخ والعويل فكان الأب يركض وراء الابن حاملا عصى والابن يدخل غرفة المسيح صارخا باكا ويقول يا سيدي إن أبي يضربني وفي هذه الأثناء كان أبوه يصل إلى هناك ويقول أخرج من الغرفة وسأعاقبك عقوبة قاسية عندما رأى حضرته عليه السلام هذه الحالة سأل الأب لماذا تضرب ولدا صغيرا فقال يا سيدي لقد اشتريت له حذاء قبل أسبوع تقريبا ولكنه فقده ولكني لزمت الصمت ثم اشتريت له حذاء آخر وقد فقده مرة أخرى والآن ليس بوسعي أن أشتري له حذاء آخر ولسوف أعاقبه وإن لم أفعل فسيفقده مرة أخرى فقال عليه السلام كم ثمن الحذاء قال ثلاث ربيات يا سيدي فقال حضرته حسنا خذ مني ثلاثة ربيات واعف عنه فعاد إلى بيته آخذا ثلاثة ربيات ولم يمضي إلا أيام قلائل جدا حتى جاء الولد صارخا شاغبا مرة أخرى واقتحم غرفة حضرته عليه السلام فكان يطارده والده حاملا عصى ويقول أخرج من الغرفة لقد تركتك ذاك اليوم بأمر من حضرته ولكني لن أتركك اليوم فسأله المسيح عليه السلام ما القصة لماذا تضرب الولد فقال لقد تركته لذاك اليوم بأمر منك أما الآن فلن أتركه اليوم أي قد فقد الحذاء مرة أخرى فقال حضرته لا تضربه وخذ مني ثمن الحذاء فأخذ الثمن من حضرته عليه السلام بقدر ما طلبه قال ما كنت لأتركه ولكني فعلت طاعة لأمركم باختصار هكذا كان يفعل دائما ولكن أسلوب نسخه كان عالي الجودة فكان عليه السلام يكلفه وحده بنسخ كتبه وما كان يحب أن ينسخها ناسخ عادي فيفسدها لأن ذلك يحط من مرتبة الكتب في أعين الناس عليك حال لقد ذكرت على سبيل الطريفة أسلوب الناسخ لرفع الراتب بذكر الحذاء على هذا ولكن هذا الأمر يبين اهتمام المسيح المعوضة والسلام بطباعة كتبه أنه كان حريصا أن يقدم أمام الأغيار شيئا في الدفاع عن الإسلام ولإظهار جماله بجودة عالية قدر الإمكان وكذلك كان يريد أن يقدم للمعارف لازدياد علمهم تعليم الإسلام بأحسن صورة ممكنة فعلينا أن نسعى جاهدين لقراءة كتب المسيح الموعود عليه السلام بوجه خاص لأنها تزيدنا علما دينيا ويتولد عندنا حماس لتبليغ الدعوة ويبارك في علمنا ونقدر على جلب العالم كله تحت راية الإسلام البركة الحقيقية هي أن يطلع الملوك على الإسلام الحقيقي ويعيش بحسب تعليمه وإلا فهناك كثير من الملوك المسلمين وزعمائهم المعاصرين بل الأغلبية منهم إلا ما شد وندر يعملون على عكس تعليم الإسلام إنهم يرددون لفظ الإسلام ولكن قلوبهم تركض وراء مصالحهم الشخصية فيرتكبون أبشع المظالم إذن سينتشر الإسلام بواسطة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وسيتبرق الناس من ثيابه والملوك الذين سينضمون إلى جماعته سيفعلون ذلك بعد استيعاب تعليم الإسلام الحقيقي وهذه هي البركة الحقيقية لذا يجب أن نكون نحن مطلعين على تعليم الإسلام الحقيقي ويجب أن نبلغ الدعوة بحسب ذلك يجب على الشباب أيضا أن ينتبهوا إلى هذا الأمر جيدا عندها فقط تتحقق حقيقة إلهام المسيح الموعود القائل بأن الملوك سيتبركون بثيابه وسنفهم الموضوع ويرتفع معيار تبليغنا الدعوة ندعو الله تعالى أن يوفقنا جميعا لفهم هذا الأمر بعد صلاة الجمعة سأصل للجنازة على بعض المرحومين وهما جنازتان إحدهما حاضرة والأخرى غائبة الجنازة الأولى هي للمرحوم تشودري عبد العزيز دوغر الذي كان يقيم في مدينة كونتبري في بريطانيا منذ فترة وتوفي في 11 من يناير 2016 عن عمر يناهز 87 عاما إنا لله وإنا إليه راجعون كان مرحوم ابن الأستاذ جراغ الدين صحابي المسيح الموعود عليه السلام واسم قريته كارا الكائنة قرب قاديان كان الأستاذ جراغ الدين شرف شرف كونه زمينا لحضرة ميرزا بشير أحمد في الدراسة وقد بايع والده على يد المسيح الموعود عليه السلام وقد توططت الأحمدية في قريته كارا بواسطة جده تشودري أمير بخش كنت أتحدث عن والد المرحوم عبد العزيز المحترم الذي وفق لخدمة الجماعة مدى العمر في البداية عمل قرابة في البداية عمل قرابة 31 عاما مع المصلح الموعود رضي الله عنه في عيادة خدمة الخلق وبالقرب منه كان مستوصف الخليفة الثاني رضي الله عنه وكان المرحوم يعمل فيه وقد علمه المصلح الموعود يضلوا عن الطب بنفسه ثم أرسل المرحوم في عاد الخليفة الرعب رحمه الله إلى جامبيا وألمانيا وبلاد أخرى لمراقبة أعمال البناء المختلفة وبذلك حظي بشرف بناء بنايات الجماعة وفي أثناء مكته في ربوى عمل كمهتم مقامي في مجلس خدام الأحمدية ثم وفق للخدمة في مؤسسة التحريك الجديد لبضعة أعوام وفي عام أرسل 71 حصل له شرف كونه أسيرا في سبيل الله عمل زعيما لمنظمة الأطباء الأحمديين ورئيس منظمة التجار الأحمديين في عام 1999 انتقل إلى لندن إلى كونتري حيث ظل يعمل سكرتيرا للتربية وسكرتيرا للوصية إلى يوم وفاته وعلى الرغم من مرضه علما أنه تعرض لوعق صحية أكثر من مرة كان يسعى للاشتراك في اجتماعات الجماعة كلها وقد لاحظوا أنه كان يأتي حيثما أذهب في الجولات في ألمانيا والبلاد الأوروبية الأخرى كان مريضا في الفترة الماضية ولكنه مع ذلك حضر الاجتماع الذي عقد في البرلمان الهولندي وقد وفق لنشر بعض الكتب أيضا منها سيرة السيدة أم المؤمنين وسيرة حضرة مرزى شريف أحمد رضي الله عنه وأدعية المسيح الموضة والسلام كذلك كتاب من كتب تشودري محمد ضفر الله خان كان إنسانا شريفا نبيلا ودمث الأخلاق ومخلصا جدا كان على علاقة الحب والإخلاص الوفاء مع الخلافة كان موصيا وترك وراءه أربع بنات وثلاثة أبناء أبناءه أيضا يخدمون الجماعة في ألمانيا وبنته رئيسة لجنة إماء الله في منطقة ميدلند يقول أخوه السيد أمين طيب عند الهجرة من الهند عام ١٤٧ جاء من قديان إلى سيالكوت حاملا أمه المريضة على كتفه وقد تحدث حضرة المصلح معرض الله عنه في إحدى خطبه عن خدمته هذه لأمه كانت قريته كهارة قريبة من قديان فظل في أيام الهجرة يقوم بحراسة النساء هناك بكل بسالة كان ضمن وفد شكله المصلح المعود رضي الله عنه تحت رئاسة حضرة ميرزا بشير أحمد لمقابلة الحكام بالهند من أجل حماية درويش قديان وتحرير الأسرة من أجل حماية درويش قديان وتحرير الأسرة وكتب السيد إلياس مونير كان المرحوم مديرا لبعض المشاريع ولكني رأيته يعمل فيها كالعمال وكذلك كان يذهب من سوق إلى أخرى بحثا عن أجود مواد البناء بأفضل السعر توفيرا لأموال الجماعة كان حب الخلافة واحترامها من خصاله الأساسية مرة أصيب بوجع أو بألم في ركبته فقال إنه وجع مؤقت ولا يمكن أن يشتد لأن حضرة المصلح المعود رضي الله عنه قد ركب الحصان مرة متكئا على ركبة اليمنى وببركة ذلك أرجو أن لا يشتد وجعي هذا ثم بالفعل شفيا وظل يمشي بفضل الله تعالى لتمرأت عليه أيام ابتلاء وشدة ولكنه ظل وفيا ومخلصا ومحافظا على إيمانه بفضل الله تعالى تغمده الله تعالى بواسع مغفرانه ورحمته وأسكنه عند أقدام أحبته ووفق أولاده لأن يظل أوفياء دائما مع الجماعة والخلافة آمين والجنازة الأخرى هي للمرحومة إقبال نسيم عظمة بط زوجة غلام سرور بط حيث توفيت في الثالث عشر من يناير عن عمر الناهز الرابع والتسعين عاما إن لله وإن إليه راجعون كانت من طرف أبها حفيدة الصحابي حضرة كرم إلهي القاتن في كريانوالا ومن طرف أمها حفيدة الصحابي حضرة ميران بخش وكانت كنة الصحابي حضرة شيخ محمد بخش زعيم كريانوالا الذي نظم له خصيصا حضرة المسيح النظر والسلام قصدته الأردية التي مطلعها سوف تتماثل أمان الله تعالى في يوم من الأيام كانت المرحومة صالحة تقية ومواظبة على الصلوات حسنة المعشر من ضيافة تعين الجميع كانت تربطها بالخلاف أواصل حب واحترام شديدين كانت منخرطا في نظام الوصية خلفت وراءها ثلاثة أبناء وبنتين ابن أخيها السيد نسيم أحمد بط يعمل أميرا جهويا في إنجلترا تغمضها الله تعالى بواسع رحمته ومغفرته وهناك جنازة غائب أخرى وهي للمرحومة صديقة زوجة قريش محمد شفي عابد أحد درويش قاديان توفيت في السادس من يناير 2016 بعد مرض طويل عن عمر نناهزة 89 عاما إنا لله وإنا إليه راجعون كانت حفيدة أحد صحابة المسيح الموضة والسلام منشي مهر دين مسجل الأراضي وبنتا لحكيم عبيد الله المحترم تزوجت عند انقسام الهند ثم هاجرت إلى باكستان ومكثت فيها لسنوات ثم رجعت إلى قاديان مع أول قافلة وعاشت مع زوجها عيشة الدرويش كانت بسيطة الطبع وقضت الحياة كلها ببساطة قضت فضرة الدروشة كلها صابرة شاكرة متوكلة ووفية كانت منخرطة في نظام الوصية ورغم ضيق يدها كانت تساهم بسخاء في صناديق التبرعات كلها كانت تقية تقيم الليل كانت تعلم أطفال الحي القرآن الكريم كانت تكن للخلافة حبا واحتراما عظيمين خلفت وراها ابنين وخمسة بنات أحد أبنائها هو السيد قريش أفضل وهو يعمل في الجماعة بصفته ناظر نائب ناظر الإشعة وأبنه الآخر هو السيد قريش محمد رحمه الله رحمة الله وهو يعمل مدققا للحسابات في قاديان أحد أصهرها يخدم الجماعة في قاديان والآخر يعمل دعية في لهور رفع الله درجات المرحومة ووفق أولادها لخدمة الجماعة بوفاء الحمد لله الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله شرور عنفسنا ومن سيئات عمالنا من يعدي الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له ونشهد الله إله إلا الله ونشهد أن محمدا مبدو رسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالعدل واللسان وإطاء ذي القرباء وينهى عن الفاشاء والمنكر والبعد يعيزكم وعلكم تذكرون وذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ونذكر الله أكبر اشتركوا في القناة